كساة 24 سنوات كان فارق التوقيت كانت أكثر من فارق التوقيت لأنه كانت تلاحب في أمريكا وفارق التوقيت وكانت توقيتات صعبة جداً فكانت دايماً كانت الخناقات في البيت أن أصحى أتفرج على متشاط في التوقيت تقريباً سبع بين ستة حجة كده فكنت لسه أن أنا لسه صغير بأنه تصحى في التوقيت سبع سنين تصحى في التوقيت تتفرج على متشاط في الفجر ده على صعيدي التوقيت والأجواء على صعيدي المباراة أنا فاكر يعني أن كسا العالم الروحة بالنسبة لي لي كان متحى لأنه كان فيه منتخبات كتير قدمت بالذات في الأدوار الأولى أداء مبهر بالنسبة لي المنتخب السويدي كان عامل بطولة كبيرة المنتخب الكاميروني كان عامل بطولة كبيرة المنتخب النيجيري المنتخب البلغاري وأنا صغير كده 98 أو 94 فأنت بتتكلم على أنه كان فجأة فيه فلتات في كل يعني فتتكلم على ستويتشكوف في بلغاريا جورج هاجي في رومانيا بتتكلم على توماس برولين وجيل سويد العظيم في ال94 بتتكلم على المنتخب النيجيري ومفاجئة المنتخب النيجيري ورشيدي ياكيني وأكوشا وكل اللعيب النجوم جيل العظيم فتتكلم على اللقطة الحزينة جدا بالنسبة لي في اللقطة الأبرز ركل الجزاء روبرتو باجو ورغم كده أنا يعني ما باملش قوي لتشجيع المنتخبات برا أولا للأندية لكن بالنسبة لي روبرتو باجو هو لعب المفضل رغم اللقطة ريو كانت لقطة حزينة جدا بالنسبة لي وفضل هو لعب المفضل سنين لحد ما عدزل يعني والمنتخب الإطالي بتاع نسخة 94 ده حديدا كنت بحب المتخب الإطالي ده جدا فكانت اللقطة الأبرز السيئة بالنسبة لي في 94 90 ضياع ركلة الجزاء من روبرتو باجو وفوز البرازيل في كاس العلم البعض طيب بحمود أسألك على كاس العلم اللي جاي ده بس أسألك السؤال التقليدي اللي هو توقع مين يكسب أو مين الفاينل بس أخذك في سكة تانية خالص وأسأله برضو الجيمي مين المنتخب اللي أنت متصور إنه ممكن يعمل مفاجأة في البطولة دي يعني بس البطولة اللي فات كرواتي عملت مفاجأة المفاجأات مين المنتخب اللي أنت متصور إنه ممكن يعمل حاجة في البطولة دي الطفرة يعني مش متوقعة سربيا والدنمارك دنمارك لو قدرت تتصدر على فرنسا أنا شاهد الفرنسا أعتقد مش نعمل كاس عام كبير للمراد لو قدرت تتصدر على فرنسا ممكن شوها في السمي باينل السربيا والدنمارك السربيا كمان أنا متفاعل لأنها تبقى الحسنة لإسفل البطولة تتصدر على فرنسا فتلاعب ثاني مجموعة للأرجنتين لو قدرت مكسيك أو سعودية أو بولندا أو تتلع الثاني فتروح للأرجنتين أصلا فهذه قصة ثانية كلام نفسه أعتقد أن تطبق على سربيا سربيا مع البرازيل معتقد شبه مستحيل تم فجأة مرعبا حد يأخذ السدر من البرازيل فسربيا هتروح ليل بورتوغال أو أورجوي فهما دول اللي أنا أحس دول اللي هدون أول مفاجئتين في البطول دول طبعا إن في الآية ما يبقاش الدينامارك تاني فتروح لعب الأرجنتين مش عايز ده يحصل يعني بس أعتقد من سربيا بالذات تقدر تعمل مفاجئة سواء البرتوغال أو الأورجوي تقدر تخطف حاجة سربيا كانت معها البرتوغال في المجموعات في التصفيات قصدي سوري كسبت ماتش في البرتوغال وتعادلوا 2-2 في سربيا فدول اللي أنا شايفه مستراحة ممكن يعملوا الوقتا في سؤال جيب بالي قبل ما يروح للجيمة بوضعك السؤال بوضعك السؤال بوضعك السؤال مش عايز حبي رونالدو عادي أنا كنت شجع أرجنتين فأنا أقولها خلاص طب وإنت جيم تحب تشوف مين أكتر يحب؟ ميسي 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 بربا لا جدال ميسي عشان أرجنتين علشان ميسي يستحق ان يكسل عالم وكريستينا استحق طبعا طبعا بس أنا أصد عشان أرجنتين يعني يعني ناسم عندها مشكلة مع سانتو بوضعك السؤال فأنا أرى ميسي رغم أنه في حتة كده جواية بتقول أنه دي البطولة الأخيرة لرونالدو وبنسبة 90 في المائة البطولة الأخيرة لرونالدو لكن فرق السنتين ما بميسي ورونالدو يخليك شوية تقول أنه ممكن ميسي يلعب عشرين ستة وعشرين صعب جدا لكن ممكن فدي شوية حتة كده صغيرة جواية بتقول لي يعني ممكن لو ميسي بخدهش لكن أنا أرى أنه لو أنت هتسألني هو البرتغال والأرجنتين سكواد البرتغال بالنسبة مرعب سكواد البرتغال قوي جدا لكن برضو مش شايف أن البرتغال لسا قادرين على حصد المونديال الأرجنتين زخموا التاريخ وحاجات كتير بتقولك أنه ممكن ياخد البطولة وميسي وجود ميسي معهم وحرص ميسي الشديد جدا على أن هم يحاولوا أن هو يحاول ياخد البطولة ومساعدة زميله لي أن هو ياخد البطولة نتفق جدا جدا مع محمود في سربيا والدنمارك وفي عندي تمني بقى مش توقع للمفاجأة تمني بمفاجأة رغم صعوبة المجموعة جدا جدا المغرب يعني تمني تمني أنا بحب بحب المنتخب المغربي جدا مش قدامنا طبعا بحب المنتخب المغربي جدا جدا بعنده عناصر مميزة جدا يمكن خسر العيد لكن فأنا أتمنى أتمنى أن المغرب يعمل مفاجأة في مجموعة بلديك وكوراتي عشان هاختم بس أنا برضو عايز أقول لكم حاجة ودائما بكررها أنا أحاس أن المنتخب السعودي هيعمل أفضل نسخة للمنتخب السعودي في تاريخ مشاركات كبس العالم منتخب كوي جدا المنتخب عنده العيوم مهيزة جدا ومدرب أبكار جدا والمكسيكو بولندا يطمعون بس المهم أن هما يتعافوا من الأحسن فقط حتى لو هما تغلبوا سكور من أرجنتين هتعافوا من ده سريعا الموضوع مش مستحيل مع المكسيكو بولندا